أيضاً سيادة الرئيس وجه كلمة مبارح للقطاع الخاص والشركات المحلية وقال إن مشروع الرمال السوداء متاح للقطاع الخاص للدخول فيه لأن دراسات الجدوى بتقول إن في حجم احتياطي كبير بيسمح بالتوسع في المشروع خصوصاً إن في طلب عالمي متزايد على إنتاج المشروعات دي إحنا انتظرنا المشروع ده فترة كبيرة قوي يعني كنا متابعينه مع الناس اللي شغال فيه معكم وكلكم خلال الثلاث سنين اللي فاتوا أو أكتر عبال ما بتادينا بتادي المعدات تيجي وابتاعة خالت أكتر من ثلاث سنين مش كده وليد ولا مش كده طيب أنا عايز أقول لي أنا بأتكلم بقى القطاع الخاص وبأتكلم حتى للشركات اللي اشتغلت معنا في هذا المجال شركات محلية زي حسن علام وغيرها دكتور مصافة وكل اللي اشتغل أنا بقول لك دلوقتي انت عرفت المصار مش كده ده مصار أنتوا عبال ما عملتوا خدت وقت كتير فيه وقبل ما يعني المكونات المشروع والطرح والكلام اللي هو بيتعمل ده عشان المعدات دي تيجي ثم الستين في المية اللي انتوا قلت عليهم كمنتجات بتتعمل في مصر والباقي ممكن يتم استراده من الخارج الكلام دا ما كلمتش معك يا دكتور حامد اذا كلمته معهم قلتلهم ايه سؤال حجم الاحتياطات اللي موجودة هنا تكفي اديه وحجم الطلب العالمي اديه ده كان سؤال لنا قلت على مقتضاء هل فيه فرصة اكتر من ده يعني يتعمل المشروع واثنين وثلاثة ولا لأ لان ممكن يكون الطلب هو اللي بيحدد يعني فكان السؤال بقوله وبسمعه للقطاع الخاص من اول المشروع ده متاح دكتور مصطفى ايوا متاح لكم ان انتوا تخشوا فيه طبعا اللي عايزة تفضل والكلام ده بقوله في كل مشروع افتتعه عشان طب تقولي طب احنا ما ديتناش الفرصة من الاول ليه الفرصة طب ما كانت موجودة على مدى 40-50 سنة دكتور حامد صحيح يا فرد لا بأمانة يعني وبدأ في السبعينات بقى ياخد الحيذ الأكبر من الدراسات كانت في السبعينات الثمانينات لكن هو قبل كده كمان يعني انا عايز اقولك اكتشافات انت قلت 1922-1930 يعني بقى احنا عارفين ان في حاجة زي كده موصر ولكن كاجراءات تتعمل عشان يطلق مشروع زي كده ما جاتش فرصة حيح هقول ما جاتش فرصة مش هقول اي حاجة تانية لان ما حدش ابدا حيبشاف ان في خير ويا دكتور مصطفى ولا بقى احنا بنظلم الاخرين وبنظلم نفسنا في الكلام لا اي حد في مصر مسؤول اي مكان موقعه حيبقى حريص على ان هو لو في مجال لخير هي ايه هيعمله لكن ما حصلش ما جاتش فرصة اقول ان فرصة جات بايه بان في مصار احنا نجحنا فيه دلوقتي وعرفنا تفاصيله وبقى فيه حاجة تشكلت واخرجت للنور في المشروع ده الاجابة اللي انتو عايزين تسمعوها ان دراسات الجدوى انا بقول لك الكلام ده اللي بيهتم بالشغل ده اللي عايز يخش في مشروع زي ده بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش وتشتغل في الموضوع ده وانت مستريح او دي واحد نمرة اتنين طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا يلبي اي منتج انت هتطلعه يتبقى جزء في القيمة المضافة اللي طرحت هنا وده موضوع تاني خالص يعني فيه خمات ما لهاش قيمة مضافة ابدا هي هتتبعك خمات كده وفيه خمات طلعة ممكن يتعمل منها شغلة في مصر قد يكون حيتكلف كتير عشان يطلع وخبرات كبيرة برضو كل ده بنقوله عشان البيانات اللي موجودة عندنا الدكتور حامل وجهاز الخدمة الوطنية وكل من هو معني بالموضوع دوت البيانات والوهلوات الدكتور مصطفى المتاحة للمشروع متاحة للكل اللي عايز يشتغل في هذا الامر ليه بقى؟ اه ده هوليد انا بقول ايه؟ قلت السؤال واجابته قلت هل الاحتياطات اللي موجودة تكفي ان حضرك تحط السسمرات لهذا الموضوع؟ اه طب حجم الطلب العالمي على المنتج اللي طالع موجود؟ اه يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه دكتور مصطفى نعمل المشروع ما قلتش الدولة بقى؟ ما قلتش ايه؟ ما قلتش الدولة لا بقول التاني للقطاع الخاص حتى للشركات اللي ابتدت تشتغل فيه تخش تتحرك معنا طب تعمل كم واحد كم مصنع زي كده او كم مجمع زي كده واحد اثنين عشرة انت بتتكلم الكيلو بياخد سنة دكتور حمد طيب انت بتتكلم ربعمائة كيلو مش كده يا دكتور مصطفى ده اللي انتم تأكدوا منه صح يعني لو فرضا في شركة واحدة تقدر تشتغل كده ربعمائة سنة طب لو عشرة شركات مش كده طب طب يلا انا بقول كده للشركات تاني عشان فيه فرصة للموضوع دوت حتى على ضوء المؤكد دلوقتي احنا فيه كلام تاني شغالين فيه نشوف هل فيه فرصة تانية زي ما قال كده في بحيرة ناصر وبرنيس وحيطة تانية ممكن او ان احنا كمان يبقى فيها الشغل ده اذا ممكن نعمل مصنع واثنين وثلاثة واربعة سواء بشركات القطاع الخاص او لو هي عايزة تخش حتى في شراكة مع الدولة دكتور مصطفى احنا ايه جاهزين على مدار السنين اللي فاتت اكتر من ستين في المية من مستلزمات الانتاج اللي تم استخدامها في هذا المشروع تم توفرها بأيدي مصرية ومستلزمات الانتاج كانت مصرية والباقي تم استيراده نقدر نقول ان حصل نوع من انواع تبادل الخبرات او الخبرة المكتسبة من التعامل مع الشركات الاجنبية اللي تم الاستيراد منها وحصل تبادل خبرات بين المصريين وبين الخبراء اللي موجودين من الخارج حصل كمان فكرة الدعوة اللي اطلقها سيادة رئيس امبارح للقطاع الخاص انه هو قال او دعا لتكوين مجموعات استثمارية يعني مجموعات بيحاولوا انهم يندمجوا مع بعض لتكوين مثل هذا لان طبعا الاستثمار هيكون يعني بغض الزمن والفترة الجاية متوقع ان يكون فيه اكتر من مشروع يمكن الفترة الطويلة اللي اتخذتها الدولة المصرية اللي انشاء مش مثل هذا المشروع مش هيحتاج القطاع الخاص انه منها لان كان فيه فترة كبيرة لدراسة الجدوة يمكن الرئيس امبارح في كلامه قال ان في خلال سنتين او تلاتة ممكن يبقى عندنا اكتر من ثلاث او اربع مصانع لو حصل اتحاد في الكينات اللي هتستثمر فيه الفترة القادمة متوقع ان حجم الاستثمارات اللي موجودة من القطاع الخاص توصل من 20 ل 30 مليار جنيه رقم كبير قطاع الخاص ممكن يبقى الآن انه هو يدخل برقم كبير زي ده لكن برضو وضح سيادة الرئيس امبارح ان العائد مش هيقل عن 20 ل 30 في المية وكله بالعملة الصعبة فاحنا عندنا اكتر من فايدة ادخال عملة صعبة للبلد طلب عالمي لمدة سنوات كبيرة فكرة ان المعادن والمواد الانتاج اللي بتخرج دي هتستخدم في حاجات كتير جدا في تصنيع الجلود الورق البوية اجسام الطائرات الغواصات يعني عندك مجال كدير جدا هيتم استخدامه فيه جميل ويمكن القطاع الخاص كان بيعزف عن مثل هذه المشروعات زي ما عرفنا لتكلفة هذه المشروعات ولانه ما كانش فيه رؤية لكن دلوقتي الموضوع بقى واضح لانه بقى فيه دراسة جدوى بالفعل الدولة عملتها وعرفنا حجم الاحتياطي من الرمال السوداء في الاماكن اللي احنا عرفناها لحد دلوقتي يعني لسه ممكن كمان مع الوقت نكتشف اماكن فيها تجمعات لي الرمال السوداء فاحنا وانت بتعمل المشروع مركز على حاجتين شفت الاحتياطي وشفت الطلب العالمي ودي نقطة مهمة جدا تشجع بيها القطاع الخاص لانه يدخل في مثل هذه المشروعات حتى الرئيس قال انه مش لازم تكون شركة معنية ومتخصصة تحديدا في تعامل مع الرمال السوداء لانه احنا عندنا في مصر لسه المجال جديد ودي اول تجربة فممكن اي شركات شركات المقاولات شركات الانشاءات شركات اي نوع من انواع الشركات ممكن تدخل في هذا المشروع عندها راس مالي اللي ممكن يدخلها في هذا المشروع دراسة الجدوى موجودة عرفنا الاحتياطي عرفنا الاماكن بتاع التجمعات فكل حاجة بقت جاهزة ومتاحة دلوقتي الاحتياطي موجود احنا بنتكلم في 400 كيلو متر وزي ما الرئيس قال السنة او الكيلو بياخد شغل سنة يعني لو شركة واحدة الشركة دي ضمننا ان هي تفضل شغالة قد ايه هتشتغل 400 سنة طبعا بالتأكيد هيكون فيه عدد كبير من الشركات هتدخل هذا القطاع خلال الفترة اللي جاية ده هيساعد على توطين الصناعة مرة اخرى لان زي ما قلنا هزي المواد الخام المعادن دي تعتبر مواد خام بتدخل فيه صناعات عديدة فهتساعد على توطين الصناعة بالاضافة لانها كمان هتوفر فرص عمل